أسواق الإمارات يصنعنا نستضيف هنا في الستوديو شريف عبدالخالق وهو مدير التداول لدى الفو تايم اي تسي شريف أهلا وسهلا بك معنا مجددا أحجام التداولات عادت لترتفع مع قرب نهاية هذا الأسبوع أو في منتصف هذا الأسبوع الآن في الإمارات ونرى تجدد بالارتفاع إن كان في أعمار أو في دبي الإسلامي هل هناك أي عمام تغيرت من آخر لقاء لأنك كنا هنا قبل حوالي أسبوع والله لا هناك تغيير كبير أنا لست شايف برضو فيه شراء قوي من المؤسسات الأجنبية والمؤسسات الداخلية يعني اللي إحنا بس نلاحظينه في فترة يمكن العشر تداول الفاته إن السوق بيتحارك بصورة عرضية وده إلى حد ما طبيعي شوية في الوقت ده من السنة لأن معظم المستثمرين بالأخص الكبار الأفراد في السوق والمؤسسات الداخلية بيبقوا في انتظار إعلان توزيعات الأسهم والمحللين كمان في السوق المحللين المليئين في السوق بيبقوا في انتظار إعلان أرباح الربع الأولاني من السنة فبناء عليه بيقدروا يدوا توقعات نمو الشركات في خلال السنة هاتو تماشيه زي بناء عليه يدوا توقعات في شراء أو بيع على الأسهم فده سبب رئيسي لحد المياه السوق ماشي في طريق عرضي لكن الفوليوم الكبير أو الحجم التداول اللي احنا شايفينه اللي بيزيد ده مؤشر قويسي اللي بيدي اللي فيه فعلا يعني نوع من اجتزاب للأسهم على 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 مستوى الأسعار دي سواء في سوق أبو الزبي أو سوق دبي يعني يعني عادت هذه الأسهم على المستويات السعرية عادت لتبدو جذابة لشريحة أوسعة أو لشريحة مختلفة جذابة أكتر أنا قدر أقولك للمستثمر اللي هو متوسط طويل الأجل الصورة عرضية اللي احنا نشوفها لأنه لحد ما نقدر نقول فيه تواجد للمضاربين اليوميين أو المضارب اللي هو بيتضارب على مستوى القصير الأجل اللي هو يقدر يفتح محفظها في خلال اليوم ممكن لو شاف واحد أو اثنين في المية يفضل اللي هو يجني أرباح في دقاء اللي هو المضارب بصفة عامة فعشان كده شايفين الحركة العرضية دي بتيجي أو زي ما كنت بتقولي على سوق دبي أو سوق أبو الزبي بتشوف السوق طالع في خلال الجلسة وبيجي في نهاية الجلسة أو نص التاني من الجلسة بيحصل نزول طفيف أو لكن بنفس الوقت نجد عودة للارتفاع على أسهم أساسية في السوق أسهم استثمارية إن كانت إعمار إن كانت دبي الإسلامي إن كانت الاتحاد العقارية هذه أسهم عادة يحملها مساهمون لهم نظرة مستقبلية بالضبط بهذه الأسهم فإذا مش بس المضاربين لهم دور لا طبعا أنا بقولك تواجد المضاربين في الفترة هي ناحية المستثمر المتوسط أو طويل أجل ساع المستثمر الكبير من الأفراد أو من المؤسسات الداخلية أو الخارجية تدولها يمكن يعني مش مؤثر في الأيام العشرة التي فاتت زي ما يقولك في انتظار يعني معظم المستثمرين دي بينتظروا ويشوفوا مين هيوزع أكثر مين هيوزع نقدي مين هيوزع لكن هل سمعنا من أغلب الشركات الكبيرة ذات التوزيعات التي لها قيمتها هل ما زلنا ننتظر أي إعلانات خاصة أنا أعتقد حوالي 70-80% من الشركات وزعات بس هي بروبوز من الشركة ولازم يتوافع عليها من الجماعية العموية فما تبقاش أكيد 100% بالنسبة للمستثمر لكنها تعطي دلالة للسوق يعني إذا كانت السوق تنتظر إشارات حول هذه التوزيعات فهذه هي الدلالة وعشان كده شوفنا حتة حجم التداول اللي يزيد في العاشرة يام الفاتحة لكن حركة السعرية فيها إلى حد ما برضو إلى أي درجة ممكن أن نرجع هذا الارتفاع الذي تشهده السوق في هذه الفترة الأخيرة إلى عمليات شراء للحصول على توزيع ترقبا لهذه الأعلانات والحصول على هذه التوزيعات ومن ثم يمكن عادة تصفية تلك البراكز لا ما أعتقدش يعني اللي بيشتري على الأساس دوت من السوق بيبقى نظرته مستقبل أكتر متوسطة من متوسطة لطويلة أجل بمعنى اللي هو مش هيفكر يبيع من قبل ثلاثة شهور إلى نهاية السنة نعم شريف عبدالخالق شكرا جزيلا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك إذا نأخذ فاصل مشاهدينا مرة أخرى